أدفو، النموذج الأولي لطائرة رومانية على شكل طبق طائر انطلق في الجو مؤخراً في أول رحلة تجربية له أدفو، وهو الاسم الذي يعني جسماً يطير في كل الاتجاهات يمكنه تغيير اتجاهه وزاويته أثناء الطيران بسهولة وخفة كما يمكنه الطيران رأساً على عقب وفقاً للمهندسين الذين قاماً بتصنيعه وعمد الدكتور أيوسف تابوسو الباحث في الديناميكا الهوائية عدة عقود من أجل الانتهاء من الأبحاث الخاصة بتطوير أدفو ونجح في تصميم نموذج لطائرة ذات جسم منحن ودائري لكن تابوسو لم يتمكن من استكمال مشروعه بسبب نقص التمويل وهو ما دفعه إلى التبرع بنموذج أدفو لمتحف ملحق بجامعة بوخارست للعلوم التطبيقية في عام 2013 إلا أن المهندس راسفان سابي زميلة تابوسو وصديقة تحمس للمشروع بعدما شاهد نموذج أدفو واطلع على نتائج التجارب التي أجريت عليه